السلام عليكم كديري اللي بس عليكم تنتم بنا تكونوا كاملين بخير على خير عواشر مبروكة البنات اللي يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبتحقيق الأمان والأمنيات وباش ما بويتو إن شاء الله اليوم إن شاء الله البنات غادي نحضروا مع بضياتنا ثلاثة انتوا على الحشوات اللي غادي يكونوا ساهلين اقتصادين والآن بأنهم تيجوا بنان تعمرو بيهم هكا بسطلات أو البريوات أو السيجار وكيفاش تحتفظوا بيهم في المجمد غادي نقول لكم في الفيديو اللي بغا يصيبهم كتحضيرات مسبقة غير تبع الفيديو من الأول حتى الآخر غادي يكون عامر بالنصائح ما تنسوش هالبنات دعموني بلايك ببرتاج الفيديو ببرتاجوا جميع مواقع التواصل اللي يجد معين تاكم في الانستجرام في الواتساب أو في المسانجر وشكرا لكم على الدعوات وعلى الكلمات الزوينة اللي تتحطوا لي في التعاليق فأول حاجة هالبنات غادي ناخدوا نصف دجاجة هنا المعياف أو الحشوة هاد نضافوا عليها جوج بصلات مشلدين شوية الملحة شوية البزار ضامن ساعة البناة معلقة الزبدة والزيت هادوا ما التوابي للبنات هادين غادي نديروا واحد شوية ما بالنسبة للبنات اللي ما تيعرفوش يطيبو هكا تجاج بلاعمة اللي تيعرفو وما تخافوش يتحرق لهم را غادي تطيبو بلاعمة هكا خفتو تتحرق لكم وما لعندكم كاثر ونطو لينوكس او له شي حاجة غازي تجيل واحد نصف كاز حتى الكاز انت علمه سوف ينديروا ديك المعيقات الزبدة وممكن تزيدو حتى شوية انتاء الزيت وتاردو دك دجاج حتى تعطيب منين تعطيب البنات تنحيدو دجاج وتنخليو ديك البصيلة تنخليو ديك البصيلة تنخليو ديك البصيلة ياو ديك المريقة تبدو تيت هكا تنحركهم فوق البطا مع التحريك المستمر حتى تتعقد والضغمر لنا ديك البصلة بنيسبة لهذه الحشوة البنات تصدقوني را تجي خطيرة ما فياش توابيل بزاف ما فياش مكونات بزاف والان بقنا تجي بنينة البنات بنينة وان شاء الله هتنحط لكم بها بزاف متع الاقتراحات را تجي زوينة في الموم اللاحات سوف يمن بعد تناخد خمسان توع البيضات تنطربهم وتنضيفهم على ديك المريقات وتنبدأ تنحرك تحريك المستمر البنات ما تنوقفوش من التحريك تنحركوا الجوانب والوسط باش تينشف ذاك البدء المهم تنخليوا حتى تينشف مزيان ومتيبقاش في حس المعرق ضروري ما يبقاش في حس المعرق البنات يجيكم هكا بحل البدء اللي تنجرو في البصلة الحلوة ينشف تماما هذه هي فكرة بحل البصلة الحلوة البنات فيها الجيج وفيها وفيها البيض وغير ذاك اللوز تنعوه وضوه بالفرماج فتجي الصراحة بحلها بحلها في الشكل ولكن ما تقلها ما تطبيت الحلها تقوليش تطرقها ينا مريم هنا تنبدأت تنحركها انتو ما تشوفوا هو بديتينشف صافي حتى تنشف مزيان ولا بحل كفتة البنات تفرتت ولا بحل كفتة صافي تناخد ذاك الدجاج وتنفتته تنفتته وتنضيفه على ذاك البيض بالنسبة للدجاج من طبيعة الحلوة خلينا حتى طاب كيف ما قلتلكم اللي متتعرفش طيبو بلا ما غادي تطير ذاك نصف كاس حتى الكاس لاروبت الموم الأفضل طيبو بلا ما البنات هكا تشرب ذاك اللي قاموتي يجيبنين من يجدين تنفتته الدجاج تنضيفه جوش فرماجات متلتين حتى الثلاثة حتى الاربعة اللي عندكم وشويان تعرف الفرماج حمر وموزاريلا وتنحركو تتكون هذه الحشوة وتنضيفو شوي دسعة بالنسبة للحشوة راق المجوج تنخدو الدجاج تنضيفو لي شويان تع الحمض شويان تعوراق سيدنا وموسا وواحد اسميسا حزمة تع الرباع شويان تع الملحة وشويان تع البزار وواحد طريفن تع البصلة وتردوها البنات تتسلق تنضيفو لي شوية الماء من طبيعة الحال هدا دخصو شوية الماء وتنخطو عليه وتنخلي وتتسلقها جانبا وتندزو المقيلة تندزو المقيلة تنديرو فيها لبناتها كوحد بصلة مش للدارقيقة من الافضل اللي عندكم ببورو او لو البصلة خطارية لبنات تتبقها من الافضل ما عندكم مش غادي تديرو غير بصلة عادية ولكن في الحشوات الصراحي لعندكم ببورو البنات رات يجي خطير في الحشوات وفي الشوربات سوف تنضيف البصلة تنضيف لها شوية البلحة شوية البزار وشوية زيت زيتون وزيت النباتية وتردوها حتى تتشحر تنضيف لها اخي الزوم حكوك في الحكاكة الغليدة البنات في الجياء الغليدة كباش يجينا طويل سوف تنخلي حتتي تشحر حتى هو وتنضيف الفتر بالنسبة للفتر تناخدوه وتنغسلوه واخل معلما البنات تناخدوه وتنغسلوه مزيان من ذاك المال اللي تكون فيه وتنصفوه قطعوه إلا بغيتو تقطعوها البنات هكا قطعوه رقيق انا قدرتو كيف مما هو هنا انا قدرتوه البنة صغيرة تنضيف التوابل بالنسبة للتوابل عندها البزار سكينجبير تنبودر السودانية سوف يدوه متوابل البزار وسكينجبير وتنبودر والسودانية والملحة من طبيعة الحالة لحسب الضوء سوف تنحركوه مزيان هدك الجزر الوغة العربية تنحركوه خيزو مع الفتر وتنخليوه جانبا وتنزو الدجاج وتنفتتو هنا يدر تنصد جاجة تنفتتوها البنات هكا تنحيدو هدك اللحيمة إلا بغيتو تديرو البنات يغير صدر الدجاج من الأفضل هكا باش يجيكم كتير ما تديروش نصد جاجة إلا عندكم صدر الدجاج هكا تشريوها برا تديروها البنات سلقوه بنفس الطريقة وفرتته هكا ما تديروش لكم ذوك ذوك العدامات سلقوه تنفتتوه يكون رقيق وتنضيفوه على ذاك خيزو وذاك الفتر اللي درنا فيهم هدوك التوابل وتنعودو تنجيوه نجيبوه فق البطال باش هكا تتشرب لنا حتى هدوك هدوك التوابل اللي ضفناه ومتيجينا شاكا ما فيش ما فيش لقوه سفي مني انتي تتشرب هدوك المكوينات حتى تنطفي العافية لبنات او اللا غير قبل ما انطفيها بواحد دقيقة تنضيف واحد الحفنة انتعت الكروفيت بويتو تديرو الكروفيت مع اللي بديرو بيتو تديرو هو تديرو ولكن تيكون غالي صراحة المعلب تيكون ناقص هدوك اللي تيكون معلب في مرجان وفي كرفرة البلد تيكون ناقص تيكون ديك اربعين درامت قريبا ثمانمائة قرام او اللا بحلاكرة تيكون ناقص صراحة ومشي نفس هدوك ولكن ما بيش وتنضيف الشعرية اللي مرتبه في المبرد وتنضيف داما انتعت السمك تتبقى اختيارية بتضفها اضفها وتنضيف شوية انتع سلصة السوجة هدوك الجارية ماشي العاقدة سوف تنحرق كل شو فوق البوطة بالنسبة للشعرية ملتبئة الحال كيف تنقول لكم دائما راتت ترتب في المبرد البنات اللي تيسولوا لي داما البنات اللي تيسولوا لي دي مبرية او لما عارت ما تيكونوش تتفرجوه الصراحة وتيسولوا ليش حالة الوقت ترتبتها في المبرد رات قريبا 21 دقيقة حتى الـ 25 دقيقة وما تتجيروها في المبرد وتتقيسوها لقيتو ارتبت صافي ارا من الافضل البنات الشعرية في المبرد تتبقى زوينة في الحشوة وتنضيف جاشة المعالقينة والمعدنس وتنضيف العافية وتتكون هذه الحشوة صراحة تتجي زوينة ونشفة بالنسبة للحشوة رقم ثلاثة تحتاجو لها البصيلة تنضيف لها شوية الزيت او اللي الزبدة او اللي بجوش تخلطوه ماك في الحشوات بتاعتو واحد اللي مادا قزوين ومالافضل تورو او اللي البصيلة خضرية كيف بما قلت لكم انا ما عنديش كتافيت بالبصيلة حتى انتو مايني ما عندكمش كتافيوها البنات غير بالبصيلة متعقدوش الامور سوف تنضيفو هنا ايا الفلاف الالوان هنا يدرت نص حمره ونص خضره ونص صفره بغيتو تديروها غير مثلا انتو الخضره او الصفره او الحمره ديروها مش تقيدو بعد الشيلي تنقول لكم عن البنات وتنضيف الكفتة بالنسبة للكفتة تتضيفوها على حسب على حسب انتو مشحل بغيتوها البنات سواش ميتين وخمسين جرام او لا ممكن تتعفو المقادر سيبقى لكم الاختيار تنضيف بالنسبة للمقادر شوية نتع الملحة شوية نتع الكامون مثل كالترش شوية نتع البزار وشوية نتع السودانية بيش تجيناك الحشوة زوينا تنضيف شوية نتع التوم بودرة كتي بلين لنا الحشوة تنتوعنا وتنضيف شوية نتع تحميره في مي او لا يا اما الحمراء يا اما البيضاء اللي عندكم ما عندكمش تتكتفيوا بالحشوة كيف ما هي بالنسبة للبنات اللي غادي يسولوني مريم فين كينا هاد بحميره في مي راتتبع عند اللي تبعوا مستلزمات الحلويات الابنات را غير بخمسة درام هذك شوية وتنضيف نتع السودانية بالنسبة لها ذيك البوطر راتتدير خمسة درام راتدلكم شحال من المره البنات ما ما شغاليه ودك شو اللهم توفر صراحة وتعطوما دا قزوين هكا اللي مملاحات نتوعنا وتنضيف هنا هي شعرية بالنسبة للحشوات بجوج نص دجاجة اللي درنا وبالنسبة لهذا الحشوة انتعت 200 غرام منتعت الكفتة راه درت شعرية صغيرة مرتبة في الماء برد ماشي درت شعرية كبيرة درت شعرية صغيرة او اللي ممكن تاخدو شعرية كبيرة وتقسموها للحشوات بجوجو صافينا هي الشعرية انتو ما تشوفو رامر طبه في الماء برد شوفو كي تتبقى واقفة البنات ما تتجيش مع الصدى ليكونوا هكا في حشوة صراحة اللي درتوها في المسخون راتتتتصد هي تتتصد فاش تتكون في المسخون عدتت زيدو تتطيبوات تتولي ديك الحشوة تتلسق اما اللي درتوها في الماء برد راتتتبقى مزوينة وتتبقى كل حاجة مفرزة في البلاستان صافينا هي تنطفي العافية وتنضيف جوجة المعارق الربع هادو كي يبقوا حتى للاخر هادو ثلاثة الحشوات البنات السهلين بساط ممكن تديروهم في المسمن في البسطيلات اه في اي حاجة في اي حاجة في اي موم اللي حات انتو ما بويتو ممكن البنات تديروهم راتيجو زوينين كيف ماشتو سهلين اقتصاديين ممكن تجدوها كقبل وتحتفظو بهم في التلاجة مثلا مثلا عندكم شي مناسبة غدلية او اللي شي حاجة ممكن تصايبوهم تحتفظو بهم في التلاجة او اللي في المجمد حتى تبغيوهم عادي بدوهم تتلقو وتتعمرو بهم وتطيبو المملة حتنتعكم بالنسبة الهنية انا خديت الورقة هاية تشوفها البنات خديت الورقة طاعة البخار بالنسبة البنات اللي تسولوني ببنات الخرابlets خارقو cui open فالنسبة الملح منmernات آخر الملح الملح آخر بعض تعطي عامو الم Brenda لا تخدمون بها وتجيزوينة صراحة هذيك البخار اللي في الملح غير سيروها البنات وخدوها بعينكم مغم طين نصف هنا تناخد الورقة تنقضها مستطيلة تنقضها بريوات تناخد الزيت نباتية وتنضيف لها تركيز واش تنقول لكم حين تكون تنفكر على البنات يمشي لها دماغ وتنولي تناضر تنقول شي حاجات حتى تتحطو لي في الفيديو بحل ما ذاك الفيديو هلو مع السلات بنقول لكم مع السلات ولا نقول لكم مملاحات وهذاك الفيديو كله بعد دادرت فيه شي اغلاص كان دماغي مرفوع تناضر لقيته كله معارت الموية مرة سولتني بالنسبة وما قلت لكم شو الكيميان تعت كوكا رادرت كيلو بالنسبة لبنات اللي تفرجوا فيه رادرت كيلو في الموية السلات في 300 جرام انتعت السكر ساني دا سمحوا لي هالبنات بززاف والله غلط فيه صراحة كنت صراحة ايانا وما مركزتش فيه مزيان وكيف مما قلت لكم ما عارت والله إلا ما عارت لقيته رادرت رجع فيه الموية مرة كتبت لكم المقادر في صندوق الوصف في كيف مما قلت لكم كيلو انتع كوكا منقي تتشريوه وفيه مني انت نسلقوه داك شرطا تحنوه معه 300 جرام حنتو مموع السلات كيف مما قلت لكم اما في العقدة هاكا اللي بويتوها مثلا في اه ممكن تخدمو بيتك عبو غزال هاكا اللي بويتوه اللي كوم او اللي اللي عيد او اللي شي حاجة او اللي حليوتك اه انتوع اللي لزم صفرين را ممكن تخدموهم بيه لكم من طبيعة الحل او اللي الكلياني اللي بغوهم لكم هاداك غادي تجيرو فيه نس كيلو كيلو انتع كوكاو تنجيرو فيه نس كيلو انتع سكور ساني دا انا مشيت لكم الفيديو تلمؤسلات وما كملتش معاكم انا ايا صفر انا ايا واضح را تنسيبو البريوات تنبقاو نجمعوهم وتلسقوهم في الخرب الماء مع الطحين منين تنسيليوهم تنحطوهم سوى بغيتو تطيبوهم البنات مباشرة سوى مثلا بغيتو تحتفظو بهم في المجمد غادي تجيروهم في واحد البلاطو وغادي تخليوهم في الكوزينة غادي تخليوهم في الكوزينة في شي بلاساكة يضرب فيها الغربي حتى تنشفو خليوهم ثلاثة سواع ساعتين بحلقة المهم حتى يبالو لكم نشفو را كل ما نشفت الورقة كل ما مزيان سوى بيتو تحتفظو بهم في المجمد سوى بيتو تطيبوهم ما تخافوش منها تنشف تقر واش را تجي مزيان هالبنات سوفينا يلبسة الثلاث غادي ناخد الايطار اخدو اي ايطار عندكم إلا بيتو الكليين من طبيعة الحرة تجيرو شوفو انتوما اشبغة واشبغة ميني بسطلات اولا بسطلات موين شوفو انتوما بغيتو ملداركم من الافضل تجيرو ميني بسطلاتك باش تحطو فتبلا انتع رمضان تجي متنوعه وتجي زوينه تحتو شوية انتع البريفات شوية انتع السيجار شوية انتع الفيزا يلا كليتين نوعه في الطبلة وتحتو بسطلات صغورين باش الي كالوحده صافي ما تيبقاش يأكل منه واكل اللي منه تجي تجي الطبلة منوعه وما تنضيعوش هادك الشي اللي حتنا فيها السراح بالنسبة لديه البناء التي يتبعوا لعبارة بطب ترافيوم 16 سنتيم 16 سنتيم تناخد هنا الورقة تنقسمها على 4 تنضينها دائما بديك زويت اللي فيها الملحات شوية تحميرها أو سودانية شوية تنب بسجينة كبنينا وتنضينو هنا تنخدم انا خير بالزيت النباتية ما تنضير الش الزبدة بغيتو تديرو الزبدة غايتو تديرو الزبدة تاعت الطريقة البناتية اللي تطع تذيك النتيجة تتخلينا الورقة كم مقرمشة واحد المدة طويلة وتتبقى مقرمشة الصراحة وزوينة الزبدة تاعت الطريقة البنات خصوصاً يبيتوش بستلاها هكام إلا بيتوش بستلاها مثلاً تطيبوها قبل وتبقى مل أفضل دوبو الزبدة تاعت الطريق وضيفو معا شوية نتع الزيت ودينو ديك البستلاها نتعكم وطيبوها نص طيبة وحطوها رات تتبقى البنات مقرمشة منين تتبقى تقدموها رات تتكملو لطيبو تتقدموها البنات تتبقى مقرمشة باديك الزبدة تاعت الطريق حانت بزافت البنات يسولوني تيقوا يا مريم تنطيبو البستلا تودك شو وتتتلولينا الورقة يا إما من الحشوة ما تتكون شناشفة يا إما كيف ما قلت لكم خليوو منشفو طبس طيلة اللي صيبتوها كبيرة خليوها تنشف ديك الورقة هكايف الغربي حتى تنشف مزيان عطيبوها يا إما دهنوهم بزفدان تاعت الطريق البنات اللي تبعتوا هاد نصائحة وراه والله حتى تجيكم الورقة مقرمشة وتبقى مدة طويل بالنسبة لبستلا تنتو على الجاجو والبيض وما عادو جمعتهم تيجو تاوما كزوينين ما مادرتش لهم الايطار تناخدهم وتنجمعوهم البنات بشكل عادي قطعت الورقة على شكل مثلاتات ودرت واحد شوية الورقة من الوسط باش تنبطنها وتنبدأت تنجمع هنا مادرت الايطار لولوراتي تجمعو ليه بالنسبة لبنات اللي تسولوني مريم البستلا توش متيتحلوش لك في الفران متتلسقوهم لابد لابوالو الا البنات متيتحلوش ليه وخصوصا ما انت تجروا لهم هاد دريقة انتو متشوفو را خليتوما هادوران شفوه شتوهم راتي تجمعو بحل يطابو ما غادش يتحلو لكم في الفران وولا جمعتوهما كخضرين في بواطرة ما غادش يتحلو لكم هالبنات خليو الورقة تنشف شوفوها تنخدم باريحية معا سوف هنا يمنين دينتوهم بزويتا من طبعة الحال مين صيبتوهم وقليتوهم نشوفو دينتو بزويتا ودرتليهم من فوق البيض صفر البيض حنت هادو بغيت او لابدها كم طربة كاملة حنت بتنزينوهم بتيك الورقة اللي شطلية حنت دائما ناكدت شطلينها الورقة ما نضيعوهاش تنخضها تنقطعها تنضيف لها شوية الملحة شوية توم بودر شوية سودانية وشوية انتع الزيت وتنقطعها رقيقة يالي تنجرو فوق ذكر البسطلات تيجو صراحة زوينين بها هانتوما البريوات والبسطلات الاخرين درتوهم في الطاو وخليتوهم ينشفو غادي نخليهم ينشفو سواء بغيت ندخلهم الفررن سواء بغيت ندخلهم المجمدها البنات يعني طيبتهم را ممكن تحتفظو بهم هكا طيبين في المجمد كيفما ممكن تطيبهم نص طيبة وتخليهم حتي بردود جمعهم وتحتفظو بهم في المجمد كيفما ممكن تجيروهم في طاوة او لف بلاتو وتخليهم ينشفو مزيان البنات وتجمعهم وتجيروهم في المجمد حتي جمدوا وتجمعهم في بوطة بين طبقاء وطبقاء البلاستيك منين تنجبدوهم في الحالات كاملة تنجدوهم بزويتة وتندخلوهم الفررن اللي سخون من المجمد الفررنة من المجمد الفررن حينت هاد البسطلات سواء إلا خليتوهم خصوصا خضرين إلا جبدوهم وخليتوهم حتى تتلقو من المجمد الفررنة سواء البريوات سواء البسطلات سواء البسطلات تنتمنى يكون مفيد لكم وما تنسوش البنات تدعموني باللايك فارتاج للفيديو في جميع مواقع التواصل يجلي مع إنتاكم وعوشا مبروكة كيفما قلت لكم الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش مت من إن شاء الله وبتحقيق الأمان والأمنيات كيفما نقول لكم